يا هلو مرحبا شعالكم اليوم عندي سلسلة جديدة من شركة ريلمي بها جهازين جهاز الأول اللي هو الريلمي 13 برو بلس 5G والجهاز الآخر اللي هو الريلمي 13 برو 5G بهذا الفيديو رح نركز على الجهاز اللي هو 13 برو 5G ونتعرف على تفاصيل الكاميرات لأنه بيه شغلات كله شهوية وخاصة أنه مدعم بالذكاء الاصطناعي فتعالوا خلينا شوف التفاصيل أول شغل رح نسولف بيه بهذا الجهاز الكاميرات لأنه التفاصيل الرئيسية أو تركيز هذا الجهاز على الكاميرات الجهاز من الخلف أكون عندي ثلاث كاميرات الشي الحلو أنه اثنين من هذه الكاميرات بيه حساس من شركة سوني وسوني معروفة بالكاميرات طبعا الكاميرا الرئيسية الخاصة بهذا الجهاز رح تجي بدقة 50 ميجابيكسل مع دعمها للتثبيت البصري الحقيقي الـ OIS بالإضافة إلى أنه فتحة العدسة الخاصة بهذه الكاميرا اللي هي الـ F1 فارزة 88 تقريبا والكاميرا الثانية اللي هي البييريسكوب تليفوتو هذي الكاميرا أيضا الحساس مالاتها من شركة سوني وتجي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة 2 فارزة 65 وشي الحلو أيضا تدعم تثبيت البصري الحقيقي الـ OIS والكاميرا الثالثة والأخيرة اللي هي تكون بدقة 8 ميجابيكسل خاصة بتصوير صور واسعة وفتحة العدسة F2 فارزة 2 وهذا الكاميرا تخليني أصور صور واسعة بزاوية 120 درجة تقريبا وذا نصلف عن الكاميرا الأمامية اللي تجي بدقة 32 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 2 فارزة 45 تقريبا فهذه كل الكاميرات الخاصة بجهاز Realme 13 Pro Plus 5G الجهاز به تقريب بصري حقيقي لغاية 3X يعني شقد ما أقرب رح أبقى محافظ على جودة الصورة يعني هو مو تقريب رقمي لا تقريب حقيقي فتفاصيل الصورة رح تكون موجودة والجهاز يصور لي تقريب رقمي لغاية 120X صراحة أنا بالنسبة لي كتقريب 100X أو 120 يعني ما أستخدم بجهاز موبايل إلا بشغلات نادرة جدا كتبوا لي بالتعليقات تشوفون هذه الميزة منها تكون موجودة بجهاز يعني رح تستفادوا منها أو تستخدموها أو لا إذن هذه كل المواصفات الخاصة بالكاميرات اللي موجودة بالجهاز إن شاء الله رهيبا وين بكاميرا البيروسكوب تليفوتو بها حساس حجم هذا الحساس 1 على 1 فارزة 95 حجم أو قياس هذا الحساس جدا كبير مقارنة بحجم الحساس فكمية الإنارة اللي راح تدخل لهذا الحساس راح تكون كل شواية بالتالي راح أحصل على الصور تكون بجودة ممتازة بالإضافة إلى أنه الجهاز يدعم الذكاء الاصطناعي وخاصة بموضوع الكاميرات أكو أكثر من ميزة موجودة مثلا ميزة إلغاء أجسام معينة من الصورة تقدر تسويها فضل الذكاء الاصطناعي أيضا خاصية توضيح الصور اليوم أنت عندك فات صورة معينة الجودة مالتها ضعيفة أو صورة عندك من الأنترنت تقدر من خلال الذكاء الاصطناعي اللي موجود بالجهاز طبعا أكيد الذكاء الاصطناعي ما راح يتعامل مع كل الصور يعني مو يحول لك صورة ما بيها أي تفاصيل ما بيها أي جودة إلى صورة تامة لا بعض الصور بعض اللقطات بعض الزوايا راح يقدر يتعامل بيها من خلال التجارب اللي صارت على الكاميرات وخاصة إحنا مستخدمين هذه السلسلة سابقا هنانا أكو تحسين جدا كبير بالصور سواء بالليل والنهار كمية الألوان اللي تشوفها بالصورة جدا عالية خصوصا الكاميرا الأمامية كاميرا السيلفي انطتني تفاصيل بالصورة كلش ممتازة تحس أنه الصورة بكمية الألوان اللي موجود بيها التباين والعزل اللي موجود جدا ممتاز بالنهاية هذا الجهاز من الفئة المتوسطة وينطيني كاميرا بكل هذه التفاصيل يعتبر شي جدا ممتاز من نقاط قوة الجهاز البورتري البورتري اللي تلتقطنا خلال الجهاز راح ينطيني عزل تام عن الخلفية للأجسام أو الأشخاص اللي أنا أصورها بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي اللي موجود بالجهاز راح تشوف فرق ورح شون يقدر يتعامل ويها الإنارة بالمحصلة إذا كنت مفكر بجهاز ضمن فئة معينة فئة متوسطة هذا راح يكون واحد من الخيارات المناسبة اللي هو الريل مي 13 برو بلاس 5G من الشغلات الحلوة اللي موجودة أو الميزات الخاصة بالذكاء الإصطناعي اليوم أنا من أصور صورة بالكاميرا الأمامية أو الخلفية وبيها أكثر من ثلاث أشخاص كأنه مثلاً أصور سيلفي أو أصور أشخاص الجهاز راح يتعرف على عدد الأشخاص اللي موجودين ويكبر لي ويصغر الفريم على أساس الأشخاص اللي موجودين بالتالي أنا راح أصور صورة راح يكون موجود بها كل الأشخاص مثلاً مو أنا أصور صورة سيلفي وواحد نصره سمكسوس أو نصره سم منبين لا من خلال الذكاء الإصطناعي هو راح يغير أبعاد أو الفريم الخاص بالكاميرا حتى كل الأشخاص يكونون موجودين وهذا راح يساعد من تصور مثلاً فيديو أو تصور صورة وأنت ما تقدر تشوف الكاميرا أو تشوف عفواً الشاشة وتشوف التفاصيل الخاصة بها فميزات الذكاء الإصطناعي اللي موجودة راح تسهل وتمطيك أفضل تجربة من ناحية الكاميرات وهسا خلونا نسولف على شكل الخارجي للجهاز كشكل خارجي للجهاز الجهاز من الخلف هو من الزجاج تحس كأنه مزيج من الزجاج من حبات الزجاج البلمس مات تخشن لكن ما عندي أي تطبيع للبصمات على الجهاز وهذه الحلقة اللي موجودة على الكاميرات واللي تحيطها بيها تقريباً 436 خط من خلال الـ CNC أو قطع اللي منطي جمالية للجهاز طوان الجهاز يتوفر بالألوان اللي يدى تشوفوها أمامنا أكيد صوت الجهاز اللي موجود ستيريو فرح ينطيني تجربة حلوة بمشاهدة الفيديو ومشاهدة الألعاب خاصة من أمسك الجهاز بهذه الطريقة منفذ السماعة 3.5 ما موجود عندي هنا بالجهاز شاء الله الثاني أنه تقدر تخلي ثنياً سيم كارت بالجهاز الأطراف أو الحواف الخاصة بالجهاز يعني من كل الجهات هي أطراف منحنية وهذا رح ينطيني مسكة حلوة حتى الجهاز اللي من الخلف رح يكون منحني وشاشة اللي موجودة على الجهاز هي أصلاً منحنية فالمسكمات للجهاز رح تكون كلش مناسبة كشكل خارجي للجهاز خاصة تصميم التحس كأنه أمواج موجودة ظل وإنارة من خلال حبات الزجاج اللي موجودة فهذه مطية جمالية للجهاز شاشة الجهاز وحدة من نقاط قوة الجهاز هذا الجهاز يجي بشاشة منحنية حجم أو قياس هذه الشاشة هو 6 فارزة 7 إنج تقريباً وتردد الشاشة هو 120 هرتز أكيد 120 معناها استهلاك للبطارية بشكل أكبر مثل ما نقوله بكل فيديو من خلال الضبط تقدر أنه تعدل وتغير الإعدادات تسوي بشكل تلقائي حتى هو يتعامل من وحدة ويالتطريقات والألعاب اللي تدعم التردد السريع 120 هرتز رح تكون عندي سلاسة بالتنقل واستخدام الشاشة بشكل أفضل دقة الشاشة رح تكون Full HD Plus إذا نصدف على طرق الحماية اللي موجودة بالجهاز فعندي طريقتين رئيسية ميزة التعرف على الوجه والشغلة الثانية اللي هي بصمة الأصبع اللي صايرة أسفل الشاشة وأني أنصح دائماً وأبداً ببصمة الأصبع لأنه كحماية رح تكون أفضل من ميزة التعرف على الوجه لأنه لو شخص يشبهك احتماله أن الجهاز رح ينفتح بشكل كل شي اعتيادي فاعتمد على بصمة الأصبع كحماية رح تكون أفضل مقارنة بميزة التعرف على الوجه النقطة الأخرى اللي أريد أسأله بها البطارية وأداء الجهاز من ناحية الشحن الممتازة اللي هي ال 5200 ميلي امبير هذا رقم بصراحة جدا ممتاز الجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 80 واط والعلبة الخاصة بالجهاز يتحتوي على الشحن السريع بقوة 80 واط ايضا بتقنية السوبر فوق تخيل انه هذا الجهاز اقدر اشحنه من صفر الى 50 بالمية خلال 19 دقيقة فقط واذا اشحن هذا الجهاز من صفر الى 100 بالمية راح احتاج الى 49 دقيقة تقريبا طبعا بما انه شحن سريع فلازم تكون عندي عدة مراحل للحماية الجهاز او شركة ريلمي هنا نسوين تقريبا 38 مرحلة للحماية حتى تحافظ على اداء الجهاز كل ما يكون عندي شحن سريع معناها استهلاك البطارية راح يكون اسرع وحرارة لكن هنا اكون 38 مرحلة راح تساعد بعملية حماية الجهاز والبطارية بشكل تام حسب ما تقول شركة ريلمي انه هذه البطارية اللي موجودة بالجهاز هي راح تمشيك اربع سنوات والبطارية راح تبقى محافظة على اداءها بنسبة 80 بالمية بعد 1600 دورة اكيد هذا الشي انا ما اقدر اكد او انفي الا بعد ما تستخدم الجهاز على مدار الاربع سنوات بس الشركة هي تتنطيك هذه المعلومة يقولك انه الجهاز كبطارية خلال اربع سنوات بمعدل 1400 دورة شحن راح يبقى الجهاز او البطارية محافظة على 80 بالمية من اداها المعالج واداء الجهاز هذا الشي كلش مهم واساسي المعالج اللي موجود هنا هو يعتبر يعني معالج فوق المتوسط اللي هو من شركة Qualcomm Snapdragon 7SG للثاني اللي تكون معمارية التصنيع مؤاتها 4 نانو متر طبعا الجهاز يجي برام الجهاز طبعا يجي بنسو اختين رام 8 جيجا بايت او 12 جيجا بايت وكذلك الذاكرة الداخلية ياما تكون 256 جيجا بايت او تكون 512 جيجا بايت فانت عندك نسو اختين شوف شون الساعة المناسبة لك واختارها انا بالنسبة لي اكيد افضل الساعة الاكبر 12 جيجا بايت وتقدر ايضا تزيد مساحة الرام من خلال اخذ ذاكرة من الذاكرة الداخلية فالـ 12 جيجا بايت راح تكون 24 جيجا بايت والـ 8 جيجا بايت راح تكون 16 جيجا بايت يعني راح يكون كرام اضافي راح يساعد بعملية فتح التطبيقات الجهاز بالالعاب راح يشغلك هواي من الالعاب بالاعدادات العالية وبدون اي مشكلة مثلا PUBG وغيرها من الالعاب راح تشتغل عندي على الجهاز بافضل اداء ممكن انا شخصيا افضل انه تخليها على الاعدادات المتوسطة حتى الجهاز يطاول عندك اكثر فترة ممكنة اليوم انا كلما استخدم الجهاز موارد عالية معناها استهلاك هذه الموارد او استهلاكها للشحن راح يكون اسرع ميزات الذكاء الاصطناعي هي ما تقتصر على الكاميرات مثل ما شفنا ايضا بالـ software الخاص بالجهاز تقدر انه تستخدمها مثل الحلقة الذكية او الايماءات هاي شغلات ممكن تسويها وهذه راح تتعرف عليها متستخدم الجهاز بشكل موسع هسا وصلت الى مسألة سعر هذا الجهاز اللي هو الريالمي 13 برو بلاس 5 جي الجهاز مثل ما قلنا يجي بنسختين النسخة الاولى الرام 12 جيجا بايت والذاكرة الداخلية 512 هذا راح يكون بسعر 409 دولار اما بالنسبة للنسخة الثانية اللي تكون اقل راح تجي برام 20 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 256 جيجا بايت هذا راح تكون بسعر 369 دولار بالنسبة للنسخة الاقل من عنده ببعض التفاصيل اللي هي نسخة الريالمي 13 برو 5 جي هذا النسخة ايضا راح تكون بسعتين مختلفات شنو رأيكم بجهاز ريالمي الجديد اللي هو الريالمي 13 برو بلاس 5 جي هذا الجهاز اللي يعتبر من فئة فوق المتوسطة يعني متوسطة فوق المتوسطة كتفاصيل بالنهاية انت صاحب القرار باختياره لكن واحدة من اهم نقاط قوة الجهاز الكاميرا اللي شفنا تفاصيلها جدا ممتازة خاصة بالتعامل مع مسألة الذكاء الاصطناعي نعم مسألة الذكاء الاصطناعي هي دا تكون سوفتوير حتى تنطيك افضل نتاج ممكنة ووصلت الى نهاية هذا الفيديو اتمنى هذا الفيديو كان واضح للجميع وكان عندنا جهازين جديدات من شركة ريالمي او سلسلة الريالمي 13 اللي هو الريالمي 13 برو بلاس 5 جي والريالمي 13 برو 5 جي اي سؤال عندكم او استفسار كتبوليها بالتعليقات وبنهاية هذا الفيديو اقول لكم مع السلامة